بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرار Machine Elements Design 1 نستكمل معنا Chapter 5 Riveted Joints أو وصلات البرشام النقطة اللي هنكلم فيها اللي هي Rivet Material المواد أو الخامات التي يصنع منها مصمار البرشام طبعا بما أنه قلت أنه بيحصل طرقات على رأس المصمار وتشكيل في نفس الوقت لرأس المصمار يبقى لابد أن يتوفر عندي صفاتين أساسيتين في الخامة اللي هيتصنع منها المصمار وهي Toughness والDuctility الدuctility بتساعد في عملية التشكل والToughness هي تحمل المادة إلى الطرقات بحيث أنها تتحمل الطرقات الواقعة عليها وتتشكل بناء على الدuctility اللي فيها دون أن يحدث فيها شروخ داخلية يبقى ده كلمة الخاصية بتاعت الطفنس هي خاصية تحمل الطرقات دون حدوث الانهيار طبعاً المواد اللي بتوفر فيها الخاصيتين دي دول اللي هما اللو كاربون ستيل الصلب ومنخفض الكربون والنيكل ستيل والبروس النحاس الأصفر والألومينوم والكبر اللي هو النحاس في حالة لما يكون عايز يعني عايز إغلاق محكم خاصة لو الوصلة هيصب فيها مثلاً سوائل أو هيكون فيها مائع تحت ضغط أو شيء من هذا القبيل يبقى في الحالة دي باستخدم الايه الستيل ريفت طبقاً للستاندرد بلاحظ أنه بينتج مصمار البرشام بشكل نمطي وبرؤوس مختلفة وبأبعاد أيضاً مختلفة أبعاد نسبية يعني هلاحظ الارتفاع هنا مثلاً بيساوي 7 من 10 قطر المصمار هنا نفس الحكاية هنا بيساوي 5 من 10 قطر المصمار الرؤوس مختلفة رأس مثلاً بالشكل ده كده على حسب التطبيقات اللي أنا محتاجة يعني إذا كان رأس المصمار هتمثل مشكلة بالنسبة للألواح اللي هي عليها يبقى بالشكل ده كده الرأس ده بارز يبقى ممكن أن أنا أشكل رأس المصمار اللوح يبقى بالشكل ده كده وأستخدم مثلاً قطر رأس مصمار بهذا الشكل بحيث أن هي تكون غاطصة في اللوح وبالتالي يبقى اللوح له نفس المستوى الواحد كمنظر جمالي وطبعاً كل شيء على حسب التطبيقات المختلفة ده أيضاً شكل آخر من 12 ملي إلى 48 ملي بقى لقي عندي رؤوس المسامير بهذا الشكل وبقى الستاندرد الموضح ده ده أيضاً من 12 إلى 48 أشكال مختلفة لرؤوس المسامير وزي ما قلت أن هي بتنتج بشكل نمطي أو بشكل ستاندرد ليه بشكل نمطي؟ لأن الشكل النمطي طبعاً بيقلل في الكوست وبيوفر في يعني بيبقى دايماً متاح باستمرار وسعره رخيص بالنسبة للمستخدم نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله